السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم وعملين اي رب تكونوا بخير معكم ياسمين عشور الاول مرة تشوف قناتي ياريت تشترك في القناة واتفعل الجرس ليصلك كل جديد فيديو النهاردة هنتكلم على طريق حسف قناتك على اليوتيوب تابعوا مع الفيديو للنهاية طلب مني كتير قوي ازاي احزف قناتي على اليوتيوب تابعوا معي الخطوات هنروح على جوجل كوروم نروح على جوجل كوروم نضغط على جوجل كوروم هيظهر لك البحث هندخل على اليوتيوب دخلنا على اليوتيوب وبالشكل ده كده ولو ما جابلكش شكل القناة اللي انت عاوز تحزفها مسلا فبتقدر تبدل من الايكونة دي كده ويظهر لك كل الحسابات عندك هتقدر تضغط على السهم ده كده لجنب احمد محمود فاضغط عليها وهيجي لك كل الحسابات الموجودة على الموبايل انا عايزة اشيل الحساب ده مسلا عايزة احزف القناة دي فاضغط عليه تمام? انا كده قلت لك ازاي تبدل لو القناة بتاعتك مش موجودة اه في اه اليوتيوب سيما حضركم شايفين طيب انا ديوقتي هامل عرض باصدار سطح المكتب ولو ما دخل لكش على قناتك على طول وطلب منك تسجيل الدخول انت بتكتب البريد بتاع القناة اللي انت عاوز تحزفها وبتكتب الباسورد وهيدخلك تلقائي على اليوتيوب طيب دلوقتي انا لازم عامل عرض باصدار سطح المكتب احاول موبايلي لجهاز كمبيوتر وين طرف نقات دول هضغط عليهم وهنزل كده واختار الموقع الاكتروني المخصص كده حاولنا موبايلي لجهاز كمبيوتر هضغط على الايكونة بتاعت القناة دي وهنزل كده وهجيب كلمة الاعدادات هنزل برضو هجي لك اعدادات القناة وهضغط على عرض الاعدادات المتقدمة وهنزل كده وهلاقي كلمة حسف القناة هضغط عليها طبعا هنا زي ما حالكم شايفين ده ياسمين عشور انا لو انا عندي كم حساب هنا عندك تسجيل الدخول باستخدام حساب مختلف وهضغط عليه هيجي لك كل الحسابات الموجودة على الموبايل فانا هضغط على الحساب اللي انا عاوزة احذفه او القناة اللي انا عاوزة احذفها اهي اول ما هتكتب كلمة المرور هنا طبعا اه انت على وشك اخفاء محتوى يوتيوب تابع لك او حسفه تمام هنا اريد اه ارغى في اه اه هنا ارغى في اخفاء قناتي طبعا ملحوظة لو انا عملت اخفاء القناة وجيت بفتحتها بعد مدة مش هلاقي المشتركين موجودين على القناة فهخسر المشتركين هنا عندك اريد حسف المحتوى الخاص به نهائيا هضغط عليه هنا يقولك سيتم حسف آآ ما يالي بشكل نهاية التعليقات التي اضافتها طبعا هيحذف لك التعليقات والردود وعلامات الاعجاب بالتعليقات ورسائلك وسجل البحث والمشاهدة انا هضغط على المربع ده كده تمام واضغط على حسف المحتوى التابع لي اول ما اضغط عليها طبعا بقولك سيؤدي ذلك على حسف جماعة محتوى يوتيوب التابع لك نهائيا بما في ذلك جماعة الفيديوهات وقوام التشغيل والاعجابات والاشتراكات والتعليقات والرسائل وسجل البحث وسجل المشاهدة ولا يمكن استعادة هذه البيانات هنبدأ نكتب البريد اللي اكتروني بتاعي اهو وهضغط على حسف المحتوى التابع هنقول لك جاري حسف المحتوى التابع لك طبعا هو بيقول لك هنا ان جاري الان حسف المحتوى الذي تمتلكه بشكل نهائي عادة ما يستغرج هذا الامر عادة دقائق ولكن يمكن ان يستغرق يومين طبعا في حال المحتوى بتاعك يعني لو المحتوى بتاعك على القناة اه كبير فبياخد وقت لو المحتوى صغير فهي يتحزف في خلال يومين كده نكون خلصنا فيديو النهاردة وتكلمنا على طريقة حسف قناتك على اليوتيوب لو عجبك فيديو النهاردة ياريت ما تنساش اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة كان معكم ياسمين عشور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته